هنالوا بقى نروح على فيتسو موسماني اللي الحقيقة فيه إشادات واسعة جدا سواء بقى صحفية مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير بينهم وبين بعض خلالتكم عارفين إن كان فيه فترة من الفترات كان فيه شيء من التحفزات على أمور بعينها ولكن الحقيقة في الفترة الأخيرة فيه شبه إجماع على جودة أداء فيتسو موسماني هنتكلم بقى عن حوار الأجراء للموقع الرسمي للنادي اتكلم عن حاجات كتير جدا من خلال هذا الحوار زي التحضيرات المباريات اللي جاية إن شاء الله وقال لابد أن نغلق صفحة دوري الأبطال مؤقتا من أجل التحضير لمباريات الدوري خصوصا أننا أمام مباراة مهمة مع فريق فيرامدز وهو فريق جيد مما يستلجم الاستعداد الجيد لهذه المواجهة ونحن نسير بخطوات ثابتة في الدوري ونحقق نفس النجاحات التي نحققها في دوري الأبطال وأنتم تعلمون هذا جيدا لهذا يجب علينا أن نفكر في لقاء فيرامدز ونترك النهائي الأفريقي جانبا من أجل الاستمرار في طريق الانتصارات وطبعا دي بتؤكد على ملحوظة ناس كتير برضو وقفوا عندها الفترة الأخيرة فكرة الموضوعية أنت نفسك أنا وانتك تتكلم عن الموضوع ده من كم يوم دايما في لقاءاته الصحفية بيكلم بمتها الموضوعية ما بيكبرش الأمور عن حجمها ما بيخلطش أموه ما بيدبش طاقة حد الحد ولو في قصور في حاجة معينة بيشير إن فعلا في قصور وإن إحنا شغالين على إصلاحها فدي برضو نقطة مهمة جدا وتفصيلة في المنتهى الأهمية في شخصيته كمدر أنا بتفع معاك مليون في المية ويمكن الناس كتير كمان ملاحظة النقطة دي لأنه هو ده الصح هو ده المفروض المدير الفني يكون أو ده الشكل المفروض المدير الفني يكون عليه أنت مش مفروض أن أنت تعظم حتى فوزك لأن اللي بقى فيه الفوز بيجي وراء مباراة تانية بتيجي وراء بطولة تانية فالمنهج ده أو النهج ده كلنا حتى إحنا كمدعين تابعين لهذا الكيان جمهور تابع لهذا الكيان كلنا حتى في حياتنا بقى الستايل بتاعنا كده بجد تأثرنا اللي بقى بتالي يا كتن كريم أعايز أكتر من كده إلي